أخطاء إذابة اللحم المتجمد لا غنى عن اللحم المفروم أو قطع اللحم المقطعة بأحجام عديدة في إعداد مجموعة واسعة وكبيرة من الأطعمة على سفرة الغداء ولعل من المواقف الصعبة دائما هو نسيان إخراج اللحم من الفريزر وتركه حتى يذوب بدرجة حرارة الغرفة فتلجأ بعض السيدات إلى طرق غير صحيحة لتذويبه ومن هذه الطرق هي طريقة إذابة اللحم بالماء الساخن نجم نجم نصائح اختيار لحم البرغر تعرف مع مطبخ سيدتي على أضرار تذويب اللحم المبرد بالماء الساخن يعمل تذويب اللحم بالماء الساخن على نمو البكتيريا فيه وتنمو البكتيريا في اللحم لدى تذويبه بالماء الساخن بعد مرور 11 دقيقة لقطعة اللحم داخل الماء وتجدر الإشارة إلى أن جميع أنواع اللحم تحتاج إلى وقت أطول بكثير من هذه المدة حتى تذوب بشكل كامل ما هي الطريقة الصحيحة لتذويب اللحم؟ تذويب اللحم في الثلاجة من أكثر الطرق الآمنة لعملية تذويب اللحم كل ما عليك فعله هو إخراج اللحم من الفريزر ووضعه في طبق أو صينية بحسب حجم اللحم ووضع الصينية في الثلاجة درجة الحرارة في الثلاجة مرتفعة بما يكفي لإذابة اللحم فهي منخفضة بما يكفي بحيث لا تستيقظ معظم الجراثيم وتتكاثر في اللحم ولتسريع عملية تذويب اللحم في الثلاجة يمكنك إضافة القليل من الماء البارد إلى الطبق أو الصينية ترجمة نانسي قنقر